ثنائية الإرهاب وإيران سيطرت على هواجس المجتمعين في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن والسياسات الدفاعية مخاوفه كانت حاضرة في كلمات أكثر من 90 دولة حول العالم في مؤتمر الأمن محوره الأول إلا أنه صدم العالم في المقابل بتقارير مفزعة تحذر من انهيار وأفور قوة الغرب وتقويض النظام الدولي نتيجة عوامل عديدة من بينها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصعود القوى اليمينية علاوة على تصدر روسيا المشهد الدولي الانتقادات اللادعة لإيران وأدوارها الإرهابية في المنطقة والعالم توزعت على كلمات معظم الوفود حيث برز في ذلك تأكيد واشنطن بذلها كافة الجهود للحلول دون امتلاك طهران لأسلحة نووية وانتقاد أنقرة السعي الدؤوب لإيران للتوسع الفارسي في المنطقة أما وزير الخارجية عادل الجبير فلفت أنظار الحضور بتساؤل كبير عن عدم تعرض إيران لأي اعتداء إرهابي مؤكدا أنها الدول أو الدولة الوحيدة التي لم تتعرض لاعتداء من داعش أو من أي منظمة إرهابية أخرى بالمنطقة وفي الوقت الذي أدرك فيه المجتمعون في ميونيخ أن إيران تمثل بؤرة للإرهاب والفوضى يؤكد المراقبون أن العالم بات مطالبا بمقاربة تضع حدا لإرهاب طهران العابر للحدود وأن المجتمع الدولي كما قال الجبير يحتاج إلى رسم خطوط حمراء واضحة لوقف التصرفات الإيرانية في المنطقة والعالم فهل من آذان صاغية؟ تعاون في مواجهة الإرهاب كان نقطة الاتفاق الأساسية في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي عقد على مدار ثلاثة أيام بمشاركة الرؤساء أكثر من ثلاثين دولة ونحو ستين وزير خارجية ودفاع من حول العالم محاربة الإرهاب اعتبرت المساشرة الألمانية أنجلا ميركل نقطة لتقارب مع روسيا بعدما وصف وزير خارجيتها سيرجي لفروف حلف الأطلسي بأنه حلف عفى عليه الزمن ودفاعا عن الإسلام أكدت ميركل أن دين ليس مصدرا للإرهاب مواضحة عظم وأهمية مشاركة الدول الإسلامية في محاربة الإرهاب تماما كمشاركة أمريكا في محاربة حول العالم ما هو مهم بالنسبة لي هو أن الدول الإسلامية مشاركة في التحالف الدولي لمحاربة داعش لأنني أعتقد أن تلك الدول يجب أن تكون لها مساهمة في ذلك لأنه بهذه الطريقة فقط يمكن إقناع الناس أن الإسلام ليس هو المشكلة بل مع من يفسرونه بشكل خاطئ مؤتمر أوجد أيضا أرضية مشتركة بين أوروبا والإدارة الأمريكية الجديدة خاصة بعد التطمينات التي قدمها نائب الرئيس الأمريكي مايك بينز بدعم بلاده القوي للناتو وأنها لن تتخلى عن التزاماتها تجاه الحلف الأطلسي وعلى رغم من تصاعد المخاوف حيال انتشار التيارات اليمينية الشعبوية أسعيت إلى استغلال مخاوف الشعوب الغربية من العولامة والهجرة لتحقيق مكاسب سياسية خلال الانتخابات ومنها الانتخابات في هولندا وفرنسا وألمانيا ظل الإرهاب هو العنوان رئيس لمؤتمر ميونيخ ومن هنا جاءت كلمات وزير الخارجي عادل لجبير لتواضح جهود المملكة مؤكدا أن إيران هي الدولة راعية للإرهاب وأن المملكة تتشارك مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهات النظر بشأن ضرورة تدمير داعش وخطورة طموح إيران على المنطقة عندما ننظر إلى منطقتنا اليوم أرى أن هناك تحدي يأتي من إيران فإيران ما زالت الدولة الأكبر الرعية للإرهاب في العالم وفي إطار دستورها تقوم بتصدير الثورة موقف يتطابق معه الموقف التركي حيث أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أغلو أن الدور الإيراني يزازع استكرار المنطقة وأمنها وتؤجج نار الطائفية في سوريا والعراق وفي السياق ذاته حذر المؤتمر في تقرير له من ظهور مرحلة ما سماها بمرحلة ما بعد الغرب موضحا أنها تبدأ بفشل الولايات المتحدة وأوروبا في سوريا ما يعني أن حل الأزمة السورية والوقوف أمام خروقات إيران وتدخلاتها هو السبيل لتحقيق الأمن في المنطقة ومن بعدها العالم لبرنامج هنا رياض شادي أنور والنقاش في ملفنا الأول لهذه الحلقة من هنا الرياض عن مؤتمر ميونخ للأمن ورسائل العالمية وتصدر محوري الإرهاب وإيران ورعايتها له ينضم إلينا من لندن الكاتب والمحل السياسي إياد أبو شجرة ومن باريس الإعلامي والمحل السياسي مصطفى الطوسة مساء الخير جميعا وأبدأ بسيد إياد يعني مؤتمر ميونخ تحت عنوان بعد الغرب ما بعد النظام الدولي افتتح دورته الثالثة والخمسين واختتمها وهناك قلق أوروبي خشية من بدايات ربما لضمحلال الغرب بشكل عام وهناك تخوف من أن هذا الغروب يبدأ من أفول الولايات المتحدة من دون شك أن نتيجة الانتخابات الأمريكية ووصول إدارة فهمة من شعاراتها إن بين الحملة الانتخابية أنها مشككة بالعلاقة الخاصة مع أوروبا الغربية مع حلف شمال الأطلسي ميالة أكثر إلى الانكفاء إلى الداخل وبناء الأسوار بدلا من الجسور حول الولايات المتحدة طبعا هذا أمر يقلق أوروبا الغربية لأن أوروبا الغربية كما نعلم عبر سنوات وعقود الحرب الباردة كانت هي الكتلة البشرية والسياسية والدفاعية في مواجهة الاتحاد السوفية السابق وبالتالي خسارة أوروبا الغربية الظهير الكبير الذي كان الولايات المتحدة الذي أسهم إسهاما أساسيا في كسبها الحرب العالمية الثانية هذا أمر يقلق أوروبا أضف إلى ذلك أن التشقق الداخلي الذي بدأ من بريطانيا بخروجها من الاتحاد الأوروبي وتصاعد تيارات اليمين المتطرف العنصري لنسميها كما هي حقيقة في عدد من الدول الأوروبا الغربية وظهور بوادر على أن القيادة الروسية الحالية لها ضلع في ذلك وقد أسهمت في تصاعد نفوذ اليمين المتطرف ولديها مصلحة في خلخلة البنى السياسية والمؤسساتية في دول المنظومة الغربية هذا كل وضع جعل القيادات الغربية والمحللين السياسيين الغربية ومراكز الأبحاث الغربية تضع علامات استفهام حول مصير المصلحة الأمنية المشتركة للمنظومة الغربية وطبعا زادت تيمبالا الكلام الذي صدر عن لفروف نفسه عندما تكلم عن أفول نجم الغرب وتكلم بلهجة استعلائية حقيقة تعبر عن الثقة المتزايدة الآن في موسكو إذا عارضنا القضايا سواء على اليابسة الأوروبية أو في محيط أوروبا وبالتحديد بالشرق الأوسط نعم سيد مصطفى من باريس يعني الدبلوماسي الألماني فولفغانج إشينجر وهو رئيس المنتدى منذ تقريبا سنوات تحدث عن أن نهاية الغرب أو هذه الراية ستحملها الولايات المتحدة لكن إلى من ستسلم هذه الراية هل يعرف الغرب إلى من ستقول هذه الراية هناك محاولة من الغرب لعدم للاستمرار نحن نتحدث عن سنوات ربما عقود طويلة حتى تبدأ ربما حضارة جديدة تبرز وتبزغ وربما مع التكنولوجيا وسائل اتصال الحديثة قد يكون ذلك أو تكون المسافات أقصر بكثير للصعود والنهوض من يترى سيخلف هذا الموضوع هل ربما نشاهد الصين التي تحدث أحد مسؤوليها في دافوس قبل حوالي شهر أن الصين ستقود العالم إن وجدت أن ذلك واجبا عليها نعم يمكن أن نقول بأن اجتماع ميونيخ الأمني عقد هذه السنة في ظل عدة عوامل جديدة من بينها أن العقيدة الأمريكية الأمنية بدأت تتغير بوصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض فالعراب الأمريكي للمنظومة الأمنية الغربية بدأ يغير من قناعته لا يرى أهمية قصوى للحلف الأطلسي بالرغم من التطمينات التي قدمها مايك بانس لحلفائه الأوروبيين ويريد أن يغير مجرى هذه المنظومة الأمنية ويريد أن يغير تداعياتها على المستوى الإقليمي فيمكن أن نقول بأن بالفعل أن العائلة الغربية التقليدية أصبحت لديها الانطباع بأنها تفقد زعيمها الموجود في واشنطن وتتسأل هل يمكن أن تسير في نفس الطريق أم عليها أن تغير مقاربتها ومن ثم عدة أصوات أوروبية ارتفعت في الأوين الأخيرة تقول أن على أوروبا أن تقوم ببلورة عقيدة وسياسة دفاع أمنية خاصة بها وإلا ستسقط ضحية هذا التخلي الأمريكي من مسؤوليته في الاتحاد الأوروبي وفي علاقته مع الحلف الأطلسي والعنصر الثاني الذي جاء به والذي عقد من خلاله هذا المؤتمر مؤتمر ميونيخ وهو أن الحرب على الإرهاب التي عشناها مع إدارة بارا كوباما أصبحت الآن تتغير فإدارة دونالد ترامب ترى وتنظر وتقول وتوجه أصابع الاتهام مباشرة إلى إيران كدولة وكمؤسسة وكنظام بأنها حامية للإرهاب وأن على المجموعة الدولية أن تتحرك تجاه إيران لتنيها على حماية الإرهاب وحماية المجموعة الإرهابية ومن تأم أهمية التصريح الذي أدل به والتذكير الذي أدل به وزير الخارجية السعودي عادي الجبير عندما قال عندما نبه المجموعة الدولية إلى أن إيران هي الدولة الوحيدة التي لم تطالها لا الاعتداءة الإرهابية بزعامة القاعدة أو داعش وهذا التساؤل عندما يطرح في هذه الضرفية الحالية في الوقت الذي تريد الولايات المتحدة أن تغير مجرى المقاربة الأمنية العامة فعندها أهمية قصوى ومن ثم يجب علينا أن ننتظر تطورات لهذا الملف وتداعيات على المستوى الإقليمي وربما أن الولايات المتحدة ستكون لها سياسة خاصة لمعالجة هذه الظاهرة ظاهرة الإرهاب مختلفة تماما عن الإدارة الأمريكية بزعامة الديمقراطيين باراك كوباما وعلينا أن تسأل من هي الخطوات العملية والعسكرية التي يمكن أن تحصل تطبيقا لهذه العقيدة الأمنية الأمريكية الجديدة نعم سيد إياد يعني عودا على مسألة المحلال الغربي هناك دائما بعض من المستمسكات أو بعض الكلام الذي دائما الغرب ما كان يتشبث به ويؤمن به حقيقة أن الغرب هو دولة مؤسسات في واقع الأمر هو قراراته دائما تتخذ بشكل جماعي على مستويات مختلفة لماذا إذن الحديث حول نهايات الغرب مجرد وصول شخص واحد إلى واشنطن أو إلى البيت الأبيض سيد إياد تسمعني سأعود إلى باريس مرة أخرى سيد مصطفى سأعود إلى هذا السؤال اليوم هذا الحديث في الغرب عن إضمحلال الغرب ونهايات الغرب وإلى آخر من الكلام يجب أن نتذكر دائما أن الغرب دائما ما كان يتحدث عن دولة المؤسسات في الغرب وأنها هي الدولة التي تحمي ربما الدولة والوطن والإقليم إلى آخر وتحمي المبادئ لماذا اهتزت هذه المنظومة المؤسساتية بمجرد وصول شخص في واشنطن؟ نعم أنا صراحة لا أتحدث عن إضمحلال الغرب بالمعنى التقليدي هناك تغيير تدريجي للعقيدة الأمنية هناك جاء تيار شعبوي ربح المعركة الانتخابية في الولايات المتحدة يريد أن يفرد مقاربته على حلفائه التقليديين سواء تعلق الأمر بالاتحاد الأوروبي لكن سيد مصطفى عفون التصريحات المنتقدة القوية التي عبر عنها ترامب تجاه الاتحاد الأوروبي حتى أنه دعا علنا إلى تفكيكه وشجع كل الحركات للخروج من هذه الدول الأوروبية هذا يعتبر مقاربة جديدة ليست محلالا ولكن مقاربة جديدة يعني سياسة جديدة يريد دونالد ترامب أن يقودها بالتحالف وهذا هو العنصر الجديد بالتحالف الوثيق مع فلاديمير بوتين في موسكو هذا المعطى يمكن أن يكون من بين الأشياء التي قد تصيغ وتساهم في صياغة عالم جديد وتوازنات إقليمية ودولية جديدة الآن المراقبون ينتظرون الفترة الانتخابية التي ستعيشها البلدان الأوروبية في الأشهر المقبلة هل الخطاب والدعوات التي قام بها دونالد ترامب تلقت صدن في الرأي العام الأوروبي وساهمت بطريقة أو بأخرى في تفكيك المنظومة الأوروبية ومن ثم العالم كله سيدخل في حقبة جديدة أم هناك مقاومة لهذه الأفكار الشعبوية وتفكير جديد في البقاء والإبقاء على قوة الاتحاد الأوروبي كبيت وحد ومنظومة دفاعية وعسكرية جديدة تكون لها دور هام في الحرب على الإرهاب نعم لكن سيد مصطفى هذه التصريحات اليوم وحالة القلق الموجودة في الغرب هي يعني لو لم تكن هناك نظرة استراتيجية لدى النخب الغربية بخطر على هذه الحضارة لما تحدثوا بهذا القلق الكبير يعني ليس وجود شخص ينتمي إلى اليمين في أوروبا أو في الولايات المتحدة هي المرة الأولى أو هي المفاجئة لكن يبدو أن هناك إشارات معينة بدأت تتضح شيئا فشيئا لدى دول الغربية والأوروبية هي التي دفعت بهذا الاتجاه بهذا القلق نعم معك حق في هذه القراءة خصوصا وأننا عندما ننظر إلى العوامل التي أصبحت تهز الرأي العام الأوروبي منها العمليات الإرهابية التي دربت مؤخرا التراب الأوروبي وهي نسبيا جديدة بالنسبة لعدة مجتمعات ننظر أيضا إلى العوامل الهجرة الكبيرة التي تعرضت لها تلقتها الدول الأوروبية كل هذه العوامل ساهمت في نفخ هذا الطيار الشعبوي الذي أصبح يدافع عن ما يمكن أن نسميه بالتقوقع على الدات الأفضلية الوطنية وتصدف ذلك مع وصول رمز هذه الشعبوية في الولايات المتحدة وهناك اعتقاد وهناك قناعة واضحة اليوم بأن هذه المجتمعات فشلت في حماية ترابها فشلت في سياستها الخارجية لأنها لم تستطع أن تحتوي عدة أزمات الأزمة العراقية نعم سيد مستوداني أنتقل لسيد إياد بشجراء تضحت الفكرة إذا سمحت لي أنتقل لسيد إياد سيد إياد يعني هذه التصريحات في مؤتمر ميونيخ تصريحات القلقة على الغرب ألا تعتقد أنها تنبئ عن هشاشة دائما ما كانت دول غربية دول تمتلك أرضية قوية وأرضية صلبة مضادة لأي اهتزازات والدول فيها في أساسها يعني قوية جدا من ناحية مؤسساتها حتى لكنها من خلال هذه التصريحات تنبئ عن هشاشة معينة هل هذه الهشاشة تأتت ربما بفعل تكالب كثير من الأمور بشكل متسارع هو الذي أدى بهذه التصريحات إلى العالم بشكل واضح وصريح الأكيد هو أنه لدينا عاملان أسهمة في الوصول إلى ما نحن فيه الآن العامل الأول هو أن المؤسسات السياسية في الغرب بإطارها الحالي ببنيتها الحالية شاخت إلى حد ما وأصبحت هناك حاجة إلى تطويرها من الداخل ولم تكن تتوافر الأدوات أو القدرة أو النية أو الإرادة لتطويرها بسرعة اللازمة قبل أن ينفر منها الناخب العادي في الديمقراطيات الغربية ولسيما الناخب المتوسط للتعليم أو الناخب الذي يعتبر أن العالم جاءته على حين غر وهو لا هو ولا البنية الاقتصادية في الدولة حيث يقيم كان مستعدين لها يعني هناك موضوع المؤسسة نفسها مؤسسة السلطة التي خسرت بالانتخابات الأمريكية الأخيرة والتي هي معرضة ربما إلى نكسات في أوروبا الغربية وهناك أيضا العولمة التي تغط بسرعة يدعمها التقدم من التكنولوجي الهائل التي غزت عبر الحدود من دون أن تأخذ في الاعتبار المخاوف الصغيرة في كل اقتصاد صغير من الاقتصادات التي تكون المنظومة الغربية لهذا السبب وجدنا أن الجماعات مثلا في بريطانيا الذين صوتوا لصالح الخروج من أوروبا كانوا من أقصى اليمين وأقصى اليسار في الولايات المتحدة من الولايات التي صوتت لترامب هذه المرة ولايات صوتت لأوباما بالمرتين السابقتين خاصة في ما يسمى بحزام الصدق في الولايات الصناعية الشمالية إذن هناك أزمة مؤسسات وهناك تصويت اعتراضي ضد المؤسسة الحاكمة وهناك أيضا هول العولمة الذي أتى على حين غرى ليدمر الكثير من هامش الطمأنينة الذي كان يتوفر لبعض المجتمعات وبعض البيئات الاقتصادية والاجتماعية في الغرب هذا خلق حالة الاختلال الكبير الذي انعكس الآن على المنظومة الأمنية الجماعية للغرب نعم من هذا من هذا من مدخل المنظومة الأمنية ومن أحد العوامل التي ربما أثرت بشكل كبير واستدعت المخاوف والقلق وتصاعد الهجمات الإرهابية كان موضوع الإرهاب حاضرا في أغلب المؤتمرات على كل المستويات وخلال مؤتمر ميونيخ لعدة عوام سابقة كان موضوع الإرهاب حاضر وكيفية مكافحة الإرهاب وتصاعد بشكل كبير مع وجود بؤر ساخنة وبؤر مضطربة في الشرق الأوسط وأكثرها جذبا للإرهاب في سوريا اليوم التي تغص بالميليشيات المدعومة من إيران بشكل واضح وصريح هذا التصاعد أعتقد أن هذا القلق قد يدفع الدول الأوروبية والمجتمع الدولي لزيادة الضغوط على إيران من شأنها تخفيف وتنفيذ حالة الاحتقان وحالة الاضطراب الموجودة في سوريا وفي الإقليم بشكل عام يعني من المفارقات الفضيعة هو أن أكثر دولة استفادت من صعود التيارات الإرهابية في العالم اليوم هي إيران هي الدولة التي استفادت أساسا من أول مفصل أساسي وكبير الذي سمح بتنامي الإرهاب وظهور الإرهاب هو وهو غزو العراق غزو العراق كان المفصل الأساسي الأول في الشرق الأوسط الذي ظهرت بعده قوة حركة القاعدة على الأرض العربية وكان طبعا كما نعرف إيران المستفيد الأول من تغير النظام العراقي وبعد ذلك منذ ست سنوات الأخيرة كان لدينا الحالة السورية التي لم تنتج فقط ظهور داعش بل أنتجت ملايين من السوريين يخرجون من سوريا والكثير منهم يدخلون أوروبا وخروج هؤلاء أيضا عزز منطق الإنعزالية الأوروبية والعداء للمهاجرين واللاجئين أيضا إيران كانت مستفيدة من هذا الوضع أيضا إذن هناك حالة إيرانية علينا أن نرصدها وأعتقد أن المحللين الغربيين العقلاء والرصينين والذين يريدون فعلا معالجة الجذور ولا يكتفون بمعالجة الأعراض يدركون أن لحل مثلا لأزمة الإرهاب على مستوى الشرق الأوسط إلا بكبح جماح إيران ووقف العربدة الإيرانية في الدول المحيطة بها هذا أولا الأمر الآخر بإنشاء حكم رشيد في الدول التي عاثوا فيها فسادا في السنوات الأخيرة أعتقد أن هذه المقاربات السياسية هي الخطوة الأولى الأساسية لتنفيس الاحتقان الذي يتسبب به ما نسميه الآن في الإرهاب الإرهاب ليست كلمة عائمة الإرهاب هي الاعتداءات المجنونة التي لا تخرج على المنطق وتستهدف المدنيين هذه حصلت منذ غزم العراق وتفاقمت منذ الحرب السورية نعم اتضعت الفكرة سيد إياد دعني أنتقل إلى سيد مصطفى طوسة سيد مصطفى يعني هذه المواكبة مواكبة أوروبا لأمريكا اليوم ربما تدفع ثمنها الأوروبيون بشكل أساسي وصريح بعد انسحاب ربما بريطانيا وبعد وصول رئيس ترامب هل تعتقد أن هناك اليوم مراجعة أوروبية على مستوى يعني تشخيص الإرهاب بشكل أساسي الدول الداعمة له في شرق الأوسط وضع الإطار عليها إبرازها محاولة مكافحتها التقليل من أو الإحكام السيطرة عليها كان هناك رغبة في الانفتاح الأوروبي ربما على إيران في فترة من الفترات بسبب الاتفاق النووي ربما هذا يعيد مراجعة كثير من الأشياء التي حدثت في السنوات الماضية في عهد الرئيس أوباما نعم على كل حال سواء نجحت هذه الحركات الشعبوية في الانتخابات الأوروبية المقبلة سواء فرنسا ألمانيا هولندا أم لم تنجح ما نعيشه حاليا وهو مراجعة التساؤل الكبير حول السياسة التي يمكن لأوروبا أن تتبعها أولا لحماية أمنها واستقرارها ثانيا لمحاربة الإرهاب ثالثا للمشاركة في طريقة المشاركة في حل الأزمات الإقليمية ما كانت تعيشه حتى الساعة المنظومة الأوروبية وهي أنها كانت تتبع دائما العراب الأمريكي عندما كان العراب الأمريكي ووقتها في هذه الأزمات بارا كوباما يرسم خريطة سياسية معينة أو يرسم وصفة ديبلوماسية لحل هذه الأزمة كانت المجموعة الأوروبية تقف كرجل واحد متحالفة مع هذا اللاعب الأمريكي لأنها كانت تثق فيه وتعتقد أنه هو القائد الأول للمجموعة الدولية الذي يجب عليه وعلى مسؤوليته على عاتقه حل هذه الأزمات ما نعيشه حاليا وهو فقدان الثقة بين العواصم القرار الأوروبي الدبلوماسي النافذ وصيد الجديد في البيت الأبيض وهناك تساؤلات تقول أنه حان الوقت للتفكير في جيش أوروبي موحد إذا تمكن ذلك في سياسة دفاع مشتركة في إعادة النظر في التحالفات التقليدية كل هذه المعطيات ستكون لها حتماً عكاسات على طريق التعامل الأوروبيين مع الأزمات الإقليمية أعطيك مثلاً القضية السورية مثلاً كان الرئيس الفرنسي بولوند التي ستنتهي ولايته شكراً لك سيد مصطفى طوسة من باريس شكراً لك سيد إياد أبو شجرة من لندن شكراً لك